موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من موقع ريل كلير الذي نشر مقالاً لبنيامين بارث بعنوان الأقلية التي تعمل في الظل للحفاظ على بقاء الأسد جاء فيه على الرغم من مظاهر الدماء التي تتركها القوات الموالية خلفها والعقوبات المفروضة من الدول الغربية إلا أن هناك عدد من رجال الأعمال المقربين من السلطة والنفوذ لا زال يحققون أرباحاً طائلة وفقاً لخبراء من النظام السوري هؤلاء الخبراء رافعوا الغطاء جزء من هذا النظام الغامض والعدائي الذي يتيح للرئيس بشار الأسد الحفاظ على ولاء أتباعه وتمويل حربه ضد المعارضة مع إجراء الحكومة الانتخابات الرئاسية الزائفة التي جرت في المناطق التي تقع تحت سيطرتها والتي ضمنت لرئيس بشار الأسد فترة رئاسية ثالثة فإن الاستنزاف الممنهج للبلاد واعتماد دمشق على حلفائها خصوصاً إيران لم يكن أمراً جديداً أبداً يقل صديق سابق مقرب من عائلة الأسد ليس هناك أي دولار تقريباً يصب بصورة قانونية في خزائل الدولة أبار النفط تحت سيطرة المتمردين أو الأكراد الآن الناس لا يدفعون أي ضرائب ولا حتى فواتر الماء أو الكهرباء جميع النقود التي يدفعها النظام كأجور للعاملين في الخدمة المدنية تأتي من خلال تدبيرها الخاص أو على شكل مساعدات مباشرة من إيران والعراق من حيث التدبير فإن سيد هذا الأمر لازل رامي مخلوف ابن خالة رئيس بشار الأسد الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد السوري بما فيها شركة سيريتل للهواتف الخلوية مع عيمن جابر وعبد القادر صبرة وهما رجل أعمال من الساحل وسامير حسن وهو موظف سابق في شركة نسلة استثمر في الواردات الغذائية خصوصا القمحة والأرز والسكر والشاي ولتفادي العقوبات الدولية فإن أولئك الذين يحققون الفائدة من الحرب يعملون خفية يدعي أحد أعضاء النخبة المالية في دمشق أن لدى رامي مخلوف مجموعة من المحامين الذين يعملون لصالحه يقضون وقتهم في إشاء شركات وهمية بعض هذه الشركات الوهمية عرفت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية الأوروبية وأضفت صناديق استثمارية في جزر كايمين وشركات ديريكس للتكنولوجيا في لوكسنبرغ إلى القائمة السوداء للشركات ورجال الأعمال المتهمين في تمويل نظام الأسد عام 2012 كما أن الإمبراطورية مخلوف روعا في رومانيا تولد الملايين من الدولارات التي يتم إرسالها إلى سوريا عصابة الضغمة الحاكمة تشمل أيضا ماهر الأسد شقيق الرئيس وخادمه محمد حمشو وسامر دبس وخالد قدور في مقابل مساهمة الدولة فإن هؤلاء الصناعيين يقومون بإعادة جزء من فوائدهم لهم تقوم سريتل بدفع الرواتب لموظف الخدمة المدنية وربما تدفع للشبيحات أيضا ولكن نعونا نتكلم بوضوح بنسبة الغالبية العظمى من رجال الأعمال السوريين فإن الصراع شكل كارثة لهم يقدر خبراء الأمم المتحدة أنه حتى لتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% فإن سوريا سوف تكون بحاجة إلى 30 عاما قبل أن يعود ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الحرب مشاهدين الكرام نشرت صحيفة الانديبندنت مقالا للكاتب الصحفي روبرت فيسك يتحدث فيه عن مقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية ورد فعل إسرائيل على الحادث جأفي يقول روبرت فيسك في مقاله إن فلسطين تحولت إلى ساحة حرب قدرة تغذيها حسابة سياسية فاضحة وقاتلة ويقارن بين تناول إسرائيل لقضية مقتل المستوطنين الثلاثة وسلوكها كدولة مع الفلسطينيين قائلا صحيح أن مقتل ثلاثة من الفتيان الإسرائيليين عمل وحشي ولا يغتفر ولكن ليس صحيحا أن مقتل سبعة وثلاثين لبنانيا يتحمل مسؤوليته الإرهابيون ويضيف أن مقتل الأطفال في قانا عام 1996 من أصل 109 مدنيين في قصف إسرائيلي على مخيم للأمم المتحدة هو جريمة حرب مثل ما هو قتل الإسرائيليين الثلاثة ويقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وصف الفلسطينيين الذين قتلوا المستوطن الثلاثة بأنهم وحوش مثل ما سبقه مناحيم بيغان لوصفه الفلسطينيين عام 1982 بأنهم حيوانات تمشي على رجلين ثم شن عليهم قصفا جويا مثل ما يفعل نتنياهو مع حماس تماما ويتابع أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزم الصمت عندما كانت إسرائيل تحاصر قطاع غزة في 2008 و2009 مخالفة مقتل 110 فلسطينيين و13 إسرائيلياً أربعات منهم قتلوا برصاص إسرائيلي لكنه وجد فصاحة منقطعة نظيرة ثلاثة وهو يندد بهذا الإرهاب الأرعن ضد شباب أبرياء وينتقد فيسك حركة حماس لأنها في رأيه تعطي الفرصة لنتنياهو ليقول إن السلام لن يتحقق ما دمت حماس في الحكومة الفلسطينية على الرغم من أن رئيس الوزراء كان يقول قبلها بعدم وجود مفاوض فلسطيني يتفاوض معه لأن عباس لا يتحدث باسم حماس ويخلص الكاتب من مقاله بالقول إن الأمر كله متعلق بالأرض وبالمستوطنات التي تبنيها إسرائيل على الأراضي العربية وتخصص المستوطنات وتخصص المستوطنات لليهود وحدهم الضفة المحتلة التي قتل فيها الثلاثة شبان وهم متجهون لزيارة عائلاتهم في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية تدمر السلام نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة التي نشرت تحت عنوان أبو بكر البغدادي يصدر عفوا عن مئة معتقل في حلب جاءفي أفرجت داعش في مدينة الباب بمحافظة حلب عن أكثر من مئة معتقل لديها بموجب قرار عفوا صادر عن أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي وذلك بمناسبة إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي أعلن عن قيامها قبل ثلاثة أيام وأكدت مصادر في محافظتي الرقة وحلب للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة الإفراج عن المئة من المعتقلين في سجون ومعتقلة الدولة الإسلامية في محاولة منها لكسب تعاطف الشارع في المناطق التي تسيطر عليها وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بشار الأسد كان أصدر عفوا أيضا في التاسع من حزيران المنصرم بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية أفرج بموجبه عن ألاف المعتقلين والسجناء في سجون ومعتقلة النظام والذي كان من المتوقع أن يفرج عن عشرات الألاف منهم بموجب هذا العفور مواصر مشاهدين الكرام مع صحيفة الزمن التي نسرت تحت عنوان رضائي يدعو الإيرانيين إلى الاستعداد لكربلاء جديدة جاء فيه دعا بحسن رضائي أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران دعا الإيرانيين إلى الاستعداد لمواجهة الأحداث الجارية في سوريا والعراق قائلا إن هناك عاشرة جديدة وكربلاء أخرى في إشارة إلى المعركة التي قتل فيها الحسين بن علي في كربلاء فيما قال اللواء حسين همداني القيادي بالحرس الثوري الإيراني إن اللجان الشعبية المعروفة في إيران باسم الفاسيج قد بدأت تتشكل وتتنظم في العراق من بعد لبنان وسوريا وكانت إيران تأمل في بادي الأمر أن تستطيع من خلال مساعدتها للمالكي بالأسلحة والمعلومات المخابرتية احتواء الأزمة وحثت طهران المالكي على تشكيل حكومة أكثر شمولية تضم السنة ولكن مع استمرار الأزمة تزايدت الشكوك حوله ويقول محللون ومسؤولون إن طهران باتت تبحث عن بدائل مواصر مشاهدين الكرام مع صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا بعنوان في آب لن تكون تركيا كما هي عليه اليوم جاء فيه يتناول الكاتب مصطفى قرع علي أغلو في مقالته موضوع ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردغان لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى في شهر آب القادم مشيرا إلى أن ترشيحه يعني تغييرا في منصب أردغان إضافة إلى أنه سيؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية في هيكلة حزب العدالة والتنمية ويؤكد قرع علي أغلو أن هذا الشيء تطورا طبيعيا وضروريا مشيرا إلى أن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في الدولة فهو الذي يحدد سياسة الدولة وينقل الكاتب المادة الخاصة برئيس الجمهورية في الدستور التركي والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبصفته هذه يعتبر ممثلا للجمهورية التركية ووحدة الشعب التركي يذكر الكاتب أن هذا الوصف يصف بوضوح منصب الرئاسة كما يؤشر إلى أن انتخاب الرئيس من قبل الشعب سيضفي أهمية أخرى على أهميته ويكسب الرئاسة صفة سياسية أيضا إن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب يعني انتخاب جميع المراحل الإدارية من قبل الشعب من اختيار مخاتر القرى والأحياء وحتى اختيار رئيس الجمهورية كما يشير الكاتب إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب يعني تغييراً جذرياً في النظام السياسي يزيل نظام الوصاية إلى الأبد مضيفاً أن أردغان منذ ظهوره على الساحة السياسية يجادل من أجل القضاء على نظام الوصاية يذكر الكاتب في نهاية مقالته أن انتخاب أردغان رئيساً للبلاد سيثبر عن تطور كبير لتركيا رغب أنه سيولد عدد من التساؤلات عن الشخص الذي سيحل محله وعن كيفية التنسيق في الحكم بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية إضافة إلى تساؤلات أخرى نواصل مشاهدنا مع صحيفة جمهورية التركية التي نشرت تحت عنوان الاستفتاء على كردستان قريباً جاء فيه أعلن مسعود برزاني رئيس إقليم شمال العراق في تصريحات له لإحدى القنوات التلفزيونية أنه يعتزم إدجاء استفتاء على استقلال الإقليم خلال شهر وأضاف أن العراق مقسم بالفعل مضيفاً أنه في الوقت الذي يؤدي فيه الأكراد دوراً في الحل السياسي للأزمة في البلاد فإن الاستقلال حقه مطبيعي بحسب قوله كما أكد برزاني أن كل ما حدث بؤخراً يظهر أن من حق الأكراد تحقيق استقلالهم مضيفاً أنه من الآن فصاعداً لن نخفي أن هذا هو هدفنا وقال برزاني إن البرلمان سيحدد موعد الاستفتاء وأكداً أنه سيحترم القرار الذي سيتخذه شعب الإقليم عبر الاستفتاء داعياً للآخرين أيضاً إلى احترام هذا القرار من جانبهما أعنات الحكومتان التركية والإيرانية معارضتهم الشديدة من انتصال الإقليم عن العراق ناصر مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل في كلمة العدد لشيماء البوط مقالاً بعنوان المعقول في زمن لا معقول الإناء المقلوب لا يحمل ماء والهرم لا يمكن أن يرتكز على رأسه قد يبدو من الغباء أن تجرب الأمر بنفسك ففي ذلك استخفاف منك بعقلك أنت وأنت إنسان مكرم بالعقل أولاً وآخراً وحينما تفصل قوانين الحياة والمجتمع على مقاسب الرئيس الذي اغتصب السلطة للأبد أو يفصفص الدين ليخرج بفتوى تفصل الخلافة والبيعة على قدر ما أرادت ثلة من المتسلطين فاعلم أنك في زمن لا معقول إذ ليست ثورتنا تلك ليست بلادنا تلك بل ليست الأرض كوكبنا ولا الإسلام إسلامنا عندما اخترت الإسلام ديناً للعقل ديناً للإنسان دين فبما رحمة من الله لنت لهم ودين ولو كنت فضاً غليظاً قلب لن فض ودين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لو كنت أعلم فيه ديناً يوصل أمثل داعش لسدة الحكم وما يسمونه الخلافة لربما كنت أعدت النظر لو لأن الدين ماتين لا يضر جوهره إفساد المفسدين وإن نبسوا العمائم والتصدر للفتاوى أو رفعوا رايات الجهاد المقدس أنا لن أفند أو أحاجج هؤلاء الأدعياء في دعوى خلافتهم ولن أقول أنهم وخلافتهم كمسجد ضرار الذي أوجب الرسول الكريم هدمه من دون تأخير ولن أقول ما جاء في الحديث الشريف إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فهذا الكلام قد يصح لحاكم سوي وليس لحاكم وصل سدة الحكم وهو يخرق صفة العدالة واكتمال المرؤة قد أتى يغمس أصابعه بالعطر والبخور ومتزال أثار دماء الأبرياء المسلمين والمسالمين دماء باولو والطبي بريان وعشرات الإعلاميين ومئات المدنيين تحت أظافره يعقدون بيعتهم وأشلاء ضحايا مفخخاتهم تملأ الأماكن والشوارع في الرقة وحلب ودير الزور وريف دمشق فتحول دون اعتراف المكان والأرض بسيادتهم أنا لن أخاطبكم لن أخاطبهم بل سأخاطب أحرار شعبي الذين وقعوا بين فكي كماشة كلاهما ملك عضود أبناء أمتي الذين قالوا الموت ولا المذل بأعلى صوتهم وأثبتوا بجدارة أن كرمتهم لا تباع وأن أصغر طفل في بلادي يملك من عزة الروح ما لا يعرفه هؤلاء ولا هؤلاء وسيظل عصيا على هؤلاء وهؤلاء أن يحكموا بالسطوة والرعب شعبا هذه روحه الخلافة ليست بيانا ولا إعلانا الخلافة التي خلق الله آدم لأجلها هي إعمار الأرض بالعدل وبناء غد الإنسان وتوفير أمنه ورخائه واستقراره الخلافة بشروع أمة تبني أسس الحياة سنين طوالا وليست تسلم مفاتح سلطة باسم الله والدين والله منهم براء الخلافة تأسيس دولة وهذا لا يتم إلا بتوافر أرض وشعب ثم سلطة تحمي الأرض وتضمن مصالح الشعب الذي يرضى بحكم سلطانه وإن لم تأخذ منه بيعة مقدسة وإن لم يحضر بين أهل الحل والعقد شعب لا يخشى على عنقه إن قال لا وقال لخليفته أنت لا تخاف الله فينا وأرض لم تغصب غصبا ولم تنهب خيراتها لصالح عصابة استغلت الفوضى لتستتب لها القوة القوة التي أعدوها بما استطاعوا من فزع ورعب وقطع رؤوس وجلد نساء وتفتيت أجسام الكتائب المجاهدة باغتيال قادتها المتصدين النظام الفجور الأسبق النظام الذي يقف الآن مبتسما وراضيا عن خليفة جديد سيكمل طريقة في إفساد المنطقة وتشويه عقول البشر وإنسانيتهم خدمة لمصالح من ولوه أمرنا يوما ونحن غافلون أريد أن أقول لشعب بلاد الحر وحده الإناء المقلوب لن يحمل الماء والهرم المقلوب ستنقلب قاعداته على الرأس المدبب وتسحقه عما قريب والثورة مستمرة والإيمان بها باقن حتى يعود الحق إلى مصابه إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحاصة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة